المهندس باسم بن يعقوب الحمر مع كل تجربة جديدة بالوصول إلى مرحلة النضوج من حيث العمل والتطوير والاستثمار مع القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية جديدة وإنشاء مشاريع جديدة وأن هذا الاتجاه حقق نجاحا كبيرا وأكد الحمر أن برنامج مزايا يمثل تجسيدا لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن هذا البرنامج استطاع أن يلبي آلاف الطلبات الإسكانية خلال فترة زمنية قصيرة ونوه الوزير بدور البنوك والمصارف التجارية المساهمة في توفير تمويلات مزايا وما تقدمه من تسهيلات وعروض بما ساهم في زيادة الإقبال على البرنامج والحصول على الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص بكل سهولة ويسر وقال وزير الإسكان أن برنامج مزايا يؤكد نجاح رؤية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين التي تتيح للمواطن حرية اختيار وحداته السكنية من حيث الموقع والمساحة ومكونات الوحدة وذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقري المعتمدة من قبل الوزارة